مباحثات بين السعودية وميليشيا الحوثي مسؤول سعودي يؤكد رسمياً ولأول مرة أن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن المسؤول أضاف لوكالة فرانس بريس أن هناك قنوات اتصال بين السعودية والحوثيين على مستويات عليا وذلك منذ العام 2016 مؤخراً كثر الحديث حول التفاهم السعودي الحوثي بدعم من الولايات المتحدة لهذا التوجه بحسب تصريحات سابقة هذه التفاهمات يرى كثيرون أنها تأتي بالضرورة على حساب الشرعية والدولة اليمنية لأن الرياضة أثبتت سوء نواياها في مسألة دعم الشرعية واستعادة الدولة بحسب الوقائع على الأرض اتفاق الرياض الذي وقع حديثاً يعد أحد شواهد انقلاب الرياض عن الثوابت الوطنية اليمنية والمرجعيات الثلاث وتنصلها عن الالتزامات التي تعلنها رسمياً منذ انطلاق عاصفة الحزم الاتفاق الذي ضغطت السعودية والإمارات على توقيعه وظهرت الدولتان على أنه برعايتهما يساوي بين الشرعية والمجلس الانتقالي ويظهرهما طرفين متصارعين على السلطة والنفوذ ويشترط على الدولة أيضاً التوافق والتشاور مع هذا الطرف قبل اتخاذ أي قرار أو تعيين ليس استناداً لأي مسوق سوى أن الإمارات والسعودية تقفان خلفه اتفاق الرياض والتقارب بين السعودية والحوثي معطيان يجعلان من فكرة عودة الدولة وقيام الدولة الاتحادية أبعد من أي وقت مضى في الوقت الذي تغرق فيه قيادات الشرعية في الارتهان والعجز دون إبداء أي اعتراض على المخطط المشبوه للرياضي وأبو ظبي ترجمة نانسي قنقر